نروح لزملتنا من الأرض الملعب هنا أبو القاسم ولقاء مع أحمد صلاح تفضلي هنا برحب بيك كابتن هيسم من جديد وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان رجال الماسترز بيواصلوا سلسلة الانتصارات ومعي في هذه اللحظات نجم النادي الأهلي طبعا كابتن أحمد صلاح في البداية طبعا برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي مبروك الفوز وحمد الله على السلامة ربنا خليك الحمد لله على الفوز ورب إن شاء الله كدهنا في انتصارات بإذن الله عايزين بقى حرك تكلمنا عن مبارات اليوم يعني المباراة أكيد ما كانتش سهلة بس رجال النادي الأهلي قدروا يسيطروا بشكل كامل على المباراة والله طبعا فرقة هوليبلس معروفة يعني فرقة كويسة ويعني بيشوفها من الفرقة السهلة فرقة كويسة جدا عندها لعبة خبرات كانوا منتخب النشئين والشباب وكان فيه اتنين من النادي الأهلي فطبعا يعني ماتش كويس ودي كتبروفة كويسة يعني إحنا مجموعاتنا الحمد لله رب العامين مجموعاتنا فيها يعني فولي غير المجموعات التانية فيها لعبة يعني فده كان بالنسبة لنا كان يعني كوجهة نظر أنا اللي دي أحسن فرقة في المجموعة عندنا بعد كده سبورتنج فده النهاردة الحمد لله قدنا ده كويس وإن شاء الله ربنا يسهل كده والأداء يبقى أحسن وأحسن إن شاء الله الفترة الجاية بإذن الله عايزين نكلم بقى عن الفترة القادمة إيه استعداداتكم للمباريات القادمة خصوصا إحنا قربنا من انتهاء الدور التمهيدي والله إحنا كل في الأسبوع يعني مرتين في الأسبوع صبح وبعد الدهر طبعا كبتميدوا يعني التمهين بيبقى تقيل يعني الفترة بيبقى تحملات كتيرة في الجيم أو في الفولي لحد لما تيجي المشروط المهمة طبعا تقرب بعد كده يبدأ الحمد يخف شوية وبعد كده بس هو ده اللي يحب نعمله كل فترة وكل سنة يعني لكن طبعا عشان السادة كمان الموسم مختلف أو الدوري مختلف أو طويل فبيبقى الحملة الفترة دي بقى أكتر وكمان هو بيعني كمان في ميزة كمان أنت عندك الفرقة ما شاء الله كل اللي بتسجد بيلعب عشان كله يشارك أن أي حد كبتميدوا محتاجه ويبقى جاهز وموجود يعني زي ما انت قلت الموسم ده الدوري مختلف عايزين نعرف بقى إيه رأيك فطولة الدولي الموسم ده طبعا ده كان المفروض كان يتعامل من زمان يعني هو ده الفولي في العالم كله بيلعبه كده اللي هو فيه بلاي أوف وفيه التمانية الكبار وفيه اللي هو رايح جاي طبعا عشان حتى المنافس أو اللي يكسب الدوري على الاستحقاق أنه هو لعب الفرقة في النهائي 3 أو 5 مطشات فأنا شايف أن ده كان لازم تعاني من زمان وإن شاء الله تكون تجربة نكحة بإذن الله في مصر وربنا يا سهل يعني تبقى حاجة مختلفة الناس تبقى تستفاد منها للدول في الآخر استفادها للمنتخب يعني بشكرا لك يا كابتن وأبروك الفوز مرة تانية شكرا لك كابتن هايسام ده كان لقائي مع النجم النادي الأهلي كابتن أحمد صلاح مستمرين معاكم في مزيد من اللقاءات فقط وحصريا على شاشة قناة النادي الأهلي العودة ليكم مرة أخرى في الستوديو زملتنا هنا أبو القاسم من أرض ملعب أشكرك شكرا جزيلا وده لقائنا معك طبعا النجم الكبير أحمد صلاح يمكن هم عندهم إحساس أكتر بالمباريات وعندهم كمان يعني إحساس الدوري بنظامه الجديد هيكون الأفضل إن شاء الله